حملت تصريحات وزير الخارجية الروسي سرغي لفروف الأخيرة حول سوريا مؤشرات عدة تصب في اتجاه تقديم الدعم لدمشق في مواجهة الضغوط الشديدة التي تتعرض لها الحكومة السورية بشأن تنفيذ خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامع العربية إلى سوريا كوفيانان من العاصمة الأذربيجانية باكو وفي رد على دعوات تسليح المعارضة السورية أكد لفروف أن المعارضة السورية لن يكون بإمكانها إيقاع الهزيمة بالجيش السوري حتى لو تم تسليحها وأن أقصى درجات النجاح التي يمكن أن تصل إليها مساعي تسليح المعارضة هي إطالة أمد العنف في سوريا تصريحات لفروف جاءت إثر اختبارات متعددة الاتجاهات لقدرة الموقف الروسي على الصمود في مواجهة التصعيد السياسي والضغوط الشديدة التي تتعرض لها دمشق من أجل تنفيذ خطة أنان خلال الأيام القليلة القادمة وكان لافتاً ارتفاع السقف الضغوط على دمشق خلال وبعد مؤتمر أصدقاء سوريا الأخير في اسطنبول رغم موافقة الحكومة السورية على خطة أنان ويرى مراقبون أن ارتفاع حدة التهديدات ضد دمشق من قبل واشنطن ومؤيد المعارضة السورية في العالم لم يكن مواجهاً ضد دمشق فقط بل شكل اختباراً للنوايا الروسية في المرحلة المقبلة بعد أن أعلن رئيس روسي ديمتري مدفادف أن مبادرة أنان تشكل الفرصة الأخيرة لأطراف الأزمة الأمر الذي فسر في بعض الدوائر الغربية على أنه قد يكون الفصل الأخير في مسيرة دعم موسكو للقيادة السورية المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس توجد في تصريحاتها الأخيرة حملة الضغوط على دمشق متجاهلة الموقف الروسي عبر تهديد سوريا بإحالة الملف مجدداً إلى مجلس الأمن واتخاذ إجراءات صارمة بحق دمشق إذا فشل النطام في سوريا بتنفيذ تعهداته الخاصة بمبادرة أنان من جهته أكد المندوب السوري لدى لهم المتحدة بشار ألعفري أن الحكومة السورية ملتزمة بانجاح مهمة أنان وأشدد على أهمية الطلب من الأطراف الأخرى الالتزام بالخطة الدولية حكومتي تعاهدت بنجاح مهمة أنان وستعمل ما بوسعها لتحقيق ذلك خطة أنان لن تنجح إذا لم تلتزم كافة الأطراف بها ونحن نتوقع من السيد أنان أن يتصل بالأطراف المتورطة بدعم وتمويل وتأمين السلاح للجماعات المسلحة وسط هذا التصعيد السياسي والدولوماسي وفي ظل انقسامات دولية وعربية بشأن سوريا يحاول المبعوث الدولي المشترك تمرير خطة النقاط السيد كقاعدة للحل الذي يشمع السوريين في إطار عملية سياسية تتطلب دعما ومؤذرة عربية ودولية